السلام عليك حقيقي الله عزيز المشاهد اليوم حبيث أستعرض لكم واحد من أفضل الأسلحة أو من أقوى الأسلحة في اللعبة طبعاً ما هو بسيف هالمرة أجاب لكم مطرقة والمطرقة هذه تطلّى بالسترنغذ 45 فإذا كنت لعب بالفيقابوند أو هيرو وإن كان موصل للسترنغذ عالي وتدور على سلاح ثقيل فأتوقع هذا السلاح رح يعجبك مكان السلاح هذا في الفورت ليد إذا ما وصلت لهذا القلعة هما عندك القريس بوينت رح أدليك من الانتري من هنا رح تمشي زي ما هو موضح بالفيديو رح تمشي بهذا الاتجاه لإما توصل عند الـ Sea The Water تقريباً اسمه هذا القريس بوينت وبعدها رح تمشي يسار إذا أنت فاتح القريس بوينت خلاص بتسوي Fast Travel وبتوصل للقلعة المهم المكان ما يضيع مجرد ما توصل لبوابة القلعة هذه الفورت ليد رح تحصل الأنمي في وجهك وماسك المطرقة هذه ممكن يأخذ منك كم من محاولة لما تقتله والمصيبة هنا يوم أحد يدخل معاه الفايت ويساعده هذا رح يصعب عليك الفايت شوي ويضيف عليه شوية من التحدي المهم بعد ما تقتله رح تحصل على البريليت إمفيرنو كروزير أنا لازم تفلسف وحاول أقرأ الاسم المهم هذا مثل ما قلنا يطلب الـ 45 strength وثمانية من الدكس من غير أي تطويرات السيف أو أنا متعود أسيوف الـ Hammer هذا مثل ما تشوفون قوي جداً إحصائياته جداً قوية وراح يناسب لعبكم خصوصاً إذا دمجت ميزة البلد لوز فيه والسلاح هذا موجود فيه السكل اللي اسمه بريليت شارج واللي رح حط لكم لقطة منه رح يحفر الأرض بشكل خرافي المطرقة لحالها صراحة شكل شكلها رهيب وراح تعجب الكثير منكم أنا متأكد المهم عشان تدمج البلد لوز لازم تدخل عند الـ Ash of War وتروح قائمة الأفينيتي وتختار البلد هذا رح يضعف قوة السلاح شيء بسيط ولكن رح يضيف ميزة البلد لوز بهذا السلاح وراح يكون جداً جبار والدمج رح يكون متضاعف وإذا سويت هذا الشيء أنصحك أنك تركب الـ White Mask كهلمة أو كخوذة هذا الـ White Mask رح يضاعف قوة البلد لوز وراح يساعدك كثير طبعاً الـ White Mask هذا أنا شرحت الكوست حقه بالتفصيل رح حط لكم صورة المقطع سواء كان في هذا السلاح أو أي سلاح ثاني تستخدم فيه البلد لوز أنصحك دائماً أنك تستخدم الـ White Mask غير كذا أنصحكم أنكم تستخدمون التلزمن هذا اللي حاطهم لأن التلزمن من أهم الشغلات اللي يتأثر فيه دمج السيف أو السلاح بشكل عام وبس يا شباب هذا مقطع اليوم أشكر من تسمين القناة هنتر وبندر ومشاري والشكر موصول لكل من دعمني بلايك أو كومنت ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته